مرض الزهري والقشعريرة لو طلع إيجابي يعمل الاختبار التأكيدي لكي يتأكد فعلا أن هذا الشخص عنده مرض الزهري بالنسبة لهذه الفحوصات تبقى قطعية بعد مرور ثلاثة شهر من التعرض للإصابة نحن نلاحظ أن هناك الكثير من سيدة حامل تعمل اختبار VDRL ويطلع إيجابي وهذا نتيجة حملها وأيضا شخص يكون يأخذ أدوية معينة عندما يعمل له اختبار VDRL يطلع إيجابي بينما الاختبار التأكيدي يطلع سلبي وكذلك في بعض الأمراض المناعية وأيضا بعض الأمراض الكبت بيحصل برضك أن الاختبار الأول يطلع إيجابي بينما الاختبار التأكيدي يطلع سلبي فطبعا هناك ناس مثلا السيدة الحامل يطلع عندها الاختبار الأولي يطلع إيجابي وتقول والله أنا زوجي راجل مستقيم فإزاي أنا يبقى عندي زهري؟ لا أنت ما عندكيش زهري ولا شيء إحنا أساسا الاختبار الأولي يطلع إيجابي لكن عندما نعمل الاختبار التأكيدي لها تطلع سلبي وبالتالي هي ما عندهاش مرض زهري ولا شيء تطلع شرع